صباح الخير لكم متابعين الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا البت المباشر الاتيري الصباحي من مدينة قدير احلى صباح احلى يوم ويكاند لكل متابعي قناة شوف تيفي فكما عودناكم دايما في كل صباح كنحاول دائما اننا نربط اواصل التواصل معكم كمسابعين او في القناة شوف تيفي عبر اكتر العالم فبطبيعة الحال اه كما كتعرفو اليوم ارباطاش فبراير ارباطاش فبراير واحدة رمزية كبيرة لدى العشاق ولدى كل اشخاص اللي يعني عندهم قصص حب في حيتهم فليوم هو سان فالونتان بطبعة الحال ليه هو عيد الحب العالمي اللي كيحتفل به اه مختلف اه دول العالم بطبعة الحال اللي كيخلدو هادة الفالونتان او بطبعة الحال اه عيد الحب اللي بطبيعة الحال اه كانت تمنى ان ايامكم كلها تكون حب تكون كلها تكون ود وصدق واخلاص ووفا وكل المشاعر النبيلة. فا اه كما اليوم يعني العالم يحتفل بهذا العيد اللي يعني احنا في المغرب وفي الدول الاسلامية. طبيعة الحال اه كان يعني من يحرم يعني بطبيعة لحال احتفال متل هاد الاعياد. الا ان هناك بعض الفئات اه خاصة الشباب اللي يعني كيحتفلوا بهذا العيد وعندهم واحدة رمزية خاصة. واش انتم يعني كم غربة كتحتفلوا با اه الحب العالمي اللي هو ارباطاش فوراير من كل سنة ام لا? واشنو الحب بالنسبة لكم? يعني لكن نقشو هذا الموضوع فقط من اجل اننا دائما كانوا واكبوا الاحداث كانوا واكبوا كل المستجدات وكل ما يهم الساحة الوطنية والساحة المحلية وايضا الساحة العالمية من احداث اه لي اه كتمر يعني اه كل يوم. فاليوم هو ارباطاش اه فبراير اللي هو عيد الحب. يعني لقتلكم اخواني الكرام ما هو الحب بالنسبة لكم. فتحية لكم. اصبحكم بروك ومرحبا بالاراء ديلكم وايضا بالقصص ديلكم اللي تشاركوها معنا اه فهذا اللقاء الاتيري فهذا اللقاء الصباحي باش اننا يعني نتبدلوا الافكار وايضا اه اننا ندردشو اه معكم فهذا الصباح وان شاء الله دائما في اطار النقاش الجد والهادف بطبيعة الحال. فتحية الجميع. اه صباحكم حب وصباحكم ورد وياسمين. والله يجعل ايامكم كما قلت كلها حب اه وافراح ومسارات بطبيعة الحال. فا اه الاحتفال بطبيعة الحال بعيد الحب. فا اه له واحدة تاريخ اه كبير وايضا له جدور تاريخية. اه بطبيعة الحال اه اللي هو ارباطاش فبراير. اه وكاين اللي كي تسائل يعني اه بالنسبة الفالونتان. فالروايات تشير يعني الروايات الاكتر تداولان تشير بان الفالونتان كان واحد الكاهين اه عاش في روما خلال القرن التالي الميلادي. وتم الاعتقال ديالو من طرف الامبراطور الروماني خلال فترة الاتهاد الديني للمسيحية بروما. وآه بطبيعة الحال اه هاد الفالونتان اه تتبنى يعني مجموعة يعني من مواقع الكاتولوكية رواية ما افدها ان جريمة يعني الفالونتان كانت اه تزويج العشاق المسيحيين في مخالفة لاوامير اه الامبراطور كولودوس التاني. فهذه هي الرواية الاكتر تداول فقط يعني من ناحية سياق التاريخي الفالونتان باش الناس يعرفوا من جا هاد سان فالونتان اه وهو ايضا يعني منع الزواج يعني اه من طرف هاد الامبراطور اه كولودوس التاني اه اللي هو الامبراطور الروماني اللي منع الزواج الاعتقاد دياله انه السبب وراء عزوف شباب عن الخدمة العسكرية فيما يعني تتعدد الروايات وايضا تتعدد اه مجموعة من الاراء التاريخية اه فهناك ايضا الرواية اه اخرى اللي كتقول انه يعني نقل الرسائل بين المسيحيين يعني في سجن اه طبيعة الحال اه اه لخلات يعني ان اه هاد الامبراطور يقوم باعدام يعني اه واحد اه العاشق اللي ترك خطابا لامرأة شابة دياله بعبارة من فالونتان وهي يعني هاد العبارة اللي بقات يعني راسخة الى يومنا هذا واصبحت تقليد سنوي احتفاءا يعني بهاد اه العشاق اللي قلت بان اه الامبراطور كان يمنع الزواج بينهم خاصة يعني اه الفالنتين فطبيعة الحال يعني اه الا رجعنا يعني النصوص التاريخية وايضا مجموعة من الكتب التاريخية اللي كتبين بانه يعني روايات صراحة تتعدد وتختلف الا ان هناك ثلاثة اشخاص يحملون اسم فالنتين قد توفف يعني في اربطاش اه فبراير خلال فترة حكم الامبراطور اه كولويدوس التاني بروما اللي كانت كتبت يعني بطبيعة الحال من العام ديال اه ميتين وتمانية وستين ميلادية حتى عام اه ميتين وسبعين اه ميلادية ولكن اي منهما لم يزوج العشاق بطبيعة الحال او ينقل الرسائل بين السجناء المسيحين اللي كانوا في تلك الفترة على ايين هذا مشي موضوع دينا فقط واحد اللمحة تاريخية بالنسبة الناس باش النوم يفهموا من جا هاد السياق التاريخي وانتوما اخواني اه الكرام يعني بغيناكم تشاركوا معنا القصص ديالكم بغيناكم انكم يعني اه كلامكم يكون كل حب كل موادة بطبيعة الحال فالحب يعني تتعدد لمعاني دياله وفا هو واحد شيء نبيل اه وشيء جميل جدا في حياة الانسان يعني اه كين بطبيعة الحال كين حب الله كين حب الولدين كين حب الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا كين حب العمل بطبيعة الحال فاي شخص يعني كي كيعمل فيلا ما كانش يعني كيبغي العمل دياله فما يمكنش انه يعطيف هاد العمل فالحب يعني مش فقط يعني الحب اللي كيمشي لبالكم يعني حب بين فتاة واشاب فا اه ايضا كين حب الولدين وايضا طاعة ديال الولدين فهو يعني ايضا من اسمة اه سمات الحب وايضا حب الدين وحب اه الله لي اه يعني الانسان كيبغي يعني اه الله وكيبغي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فادي كلها من اه سمات ديال الحب فأيضا حب الزوج للزوجة دياله وبطبيعة الحال كين الناس اللي اه كتقول بان يعني الانسان خاص دائما تكون كله ايام السنة كلها حب بين الزوج والزوجة وليس فقط انهم يخلدوها هذا الحب في يوم واحد اه الا ان مشاغل الحياة وايضا اه طربية الابناء والمسؤولية الكبيرة الملقاة على العاتق ديال كل واحد فيهم كتخلي انه ربما كينسى يعني الطرف الاخر وكينسى انه يجدد المشاعر دياله ويجدد ايضا اه التشبت دياله بالطرف الاخر وبشريك الحياة فا اه هنا يعني كي الناس اللي كتختاري فقط هاد اليوم باش انها كتفكر يعني الزوج ديالها او اه الزوج كتفكر الزوجة دياله وكيهديها واحد الهدية اه رمزية اللي بطبيعة الحال ما يمكنش انها تكون بقيمة يعني تلك العلاقة الروحانية تلك العلاقة الانسانية النبيلة اللي كتجمع بين الاثنين فا اه الحب بطبيعة الحال اه خاص يكون حب خالص حب بعيد عن مصلحة بعيد ايضا عن كل المشاعر المزيفة اللي ولا التقاط في عاصرنا الحالي يعني كنشوفوه مجموعة من الشباب يعني الله يهديهم يعني الذين بطبيعة الحال يستغلون يعني الفتيات والشابات بآ اسم الحب من اجل يعني سواء يعني الممارسة الجنسية وغيرها فدائما يعني الناس آآ خاصة في الرقب في الجنس يعني بوحده والحب بوحده يعني ربما هذا واحد طابو اللي مسكوت عنه والكتير من الناس يعني كتقول حشو ما عيب عار احنا في مو اجتمع محافظ الا ان هذا هو الواقع دينا اخواني الكرام لا يمكن باتاتا دائما كما كنقول اننا نتملص من الواقع دينا المور الواقع اللي كنعيشوه بشكل يومي وكنشوفوه وكنشوفوه مجموعة من الممارسات الموشينا وكنبقوا ساكتين عليها فحان الوقت باش اننا آآ نسلطو الضو على متل هاد الامور اننا نتحدثو فيها لانه ليس من العيب والعار يعني باشنا نتحدثو في متل هاد المواضع بل العيب من العار هو اننا نشوفوه آآ متل هاد المناقرة كما كنقولو كما كيقول مجموعة من الناس يعني بالعامية دينا نشوفوه المنكر ونسكتو عليه فا آآ شيء آآ بطبيعة الحال جميع جدا باش انه يكون واحد حب صادق بين شاب وشابة وانه هم يعني آآ يكونوا متمسكين ببعض هم البعض حتى يصلوا الى درجة يعني الزواج بطبيعة الحال فاسمة يعني الشيء يمكن ان تنتهي به العلاقة آآ بين شخص وشخص هي نوم يوصلوا للحال والزواج يكون واحد حب صادق الحب من اجل يعني داك الشخص ولا شيء آآ غير ذلك وايضا حب الوالدين وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتم اخواني الكرام يعني فين كيتجلاء الحب بالنسبة لكم في الحياة ديلكم وفين ايضا يعني الناس اللي عندهم شيء قصة يعني مميزة انتهت بالزواج ممكن انهم يشاركوها معنا ويقولنا بالاراء ديالهم وبطبيعة الحال آآ من اجل اغناء النقاش ومن اجل اننا آآ نستفدوا من تجارب ديال الاخرين فكلنا هنا باش انا نسمعوا لكم ومن اجلكم ومن اجل اطارة النقاش يكون نقاش هادي في اطار يعني اللبقة وفي اطار الحوار الجد والهادي فتحية صباحية للجميع وشكرا جزيلا لكم يعني على الاصغاء آآ آآ خليد مفيد صباح الخير نهاركم مبروك اخي من سد لوحدة تحية المتتبع الوفي خليد آآ صباح الخير آآ سي محمد شويكا آآ كيقول صباح الخير على بلادي الجميل وعلى ملكنا العزيز محمد السادس حبيب كل مغاربة والخزي على الخوان والحسن نحن وبكل فقد نحتفل بالعيد آآ شدة حبنا الوطن والملك آآ تحية لك اخي الكريم آآ شكرا آآ تحية لك ايضا آآ آآ محمد كيقول الحب لله ولرسول الله وايضا الوالدين اكيد يا اخي حب الوالدين يعني من بين الانواع الحب يعني اللي حب راقي وسامي فالوالدين يعني كيبغيوا ولادهم يعني واحد الحب صادق حب من اجل آآ انهم يشوفهم في مراتب عليا ان الانسان يعني بطبيعة الحال يكون آآ يعني في واحد المرتبة اللي اي ابو اي ام يعني كتمنى الابن ديالو تشوفو في اعلى المراتب بطبيعة الحال فهذا يعني من اسمى آآ درجة الحب فا يوسف سوسي كيقول آآ يان الحب اللان وين ربي دوين الوالدين تان ميرتنك وقما يوسف آآ كيحفظ ربي اقمانو شكرا لك آآ بطبيعة الحال آآ كلامك صادق آآ ايضا كي نحب الزوج للزوجة ديالو ايضا حب الزوجة لزوجها فهذه ايضا آآ من بين الامور لآآ خاص الواحد يعني انه آآ افتخر بها آآ تحية لك آآ سامي من مدينة الدر بذلك يقول نعم بين الازواج الحب للوالدين الحب للابناء اما الحب بين العشاق فهذا فوسقي اخي الكريم يعني حتى يعني هاد آآ كما اصفتين تا يعني بين العشاق فاي شخص يعني التعرف على الشابة او الشابة كان حب صادق يعني كانوا كيبغيوا بعديتهم آآ وليس من اجل المصلحة ومن اجل المظاهر فكي الناس يعني اللي التعرفوا وكان حب صادق وصول الزواج وولدوا ولدات يعني وربهم احسن طربيا فدائما لا يمكن فكما كان قلو فالحب ليس الجريمة بل استغلال آآ الشباب باسم الحب هو الجريمة الفضيعة عفوا فالناس يعني آآ قاتل محبة في كلوبهم ناس غابت عنهم يعني آآ المشاعر نبيلة المشاعر الانسانية السامية والراقية فاصبح الحقد والكره وطاغت مجموعة من آآ الامور اللي نحن في غناء عنها وفي مجتمع يعني مليء بالتناقضات مليء بالنفاق الاجتماعي فكيف يعقل يا اخي باش انا دائما نعيشه متل هاد الامور فنعم للحب نعم للود نعم للمشاعر الانسانية نعم للانسانية يعني الانسان طبعا الحال يكون صادق آآ في كل تعاملته لان يعني البشرية اليوم يعني واصبحت آآ صراحة قلوبهم متحجرة قلوب قاسية جدا اللي نكن نشوفه بعض المظاهر اللي كان آآ كتتتير الاشمي ازاز وتحيلونا الى مجموعة من التساؤلات كانت سألوه لماذا يعني اصبحت المشاعر الانسانية النبيلة كالحب وايضا آآ رأفة وطمأنينة والسكينة غابت عنا في هذا العصر واصبح الكل آآ يرافقت مصلحته وغايته في الطرف الاخر فهنا يعني خسنا نتقفوا ونقولوا يعني آآ اين وصل بنا آآ الزمن يعني آآ اين وصلت بنا يعني آآ هذا طاغوت وهذا الحقد الحسد فما لك كتقول حب الله عز وجل حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الوالدين وعائلتكم وحب الجيران وحب بين الازواج الله يجعل اي من كل حب واهتمام يا رب امين يا رب اختي ملك بطبيعة الحال فكما قلت يعني آآ الحب يعني تتعدد المظاهر ديالو فكما ذكرتي فحب الله هو الاول والرسول صلى الله عليه وسلم وايضا الوالدين وحب الزوجة للزوجة ديالو الزوجة ديالو بطبيعة الحال آآ وايضا حب الجيران حب الابناء وكل هذه يعني امور لآآ خاص كون يعني نفتخروا بها بطبيعة الحال فتحية لكم وشكرا على التفاعل ديالكم وآآ ايامكم كل حب وود ومحبة باذن الله تعالى وبركته وان شاء الله يا رب ان تجعل ايامنا كلها افراح ومصرات وتبعد عنا الاحزان والمآسي يا رب فهذا اليوم ان شاء الله باذن الله كانت من رب يرزق كل الناس يعني اللي هم مقبلين على الزواج وايضا لله يسر الامور لكل باحث عن العمل وكل انسان يعني كيف يقف صباح باش انه اه امشي يخدم على ولدته من اجل لقمة العيش الحلال فتحية لكم والف شكرا لكل متابعين الذين دائما يتابعون اه انا في هذه البرامج التي نتيرها وفي هذه البرامج التي نديرها من اجلكم ومن اجل متابعين الاوفية اينما كانوا سواء داخل المغرب وخارج المغرب نقول لكم الى اللقاء الى فرصة قادمة بحول الله تعالى وبركته اشتركوا في القناة